بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيتها الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ينظر إلى أحداث اليوم لا يشك أن حراكات كبرى تجري على المستوى العالمي وذات طبيعة تؤثر على شكل الأيام المقبلة أو شكل الأعوام المقبلة ليست الأحداث الجارية كما بقيت الأحداث التي جرت وإنما هناك طابع من الأحداث ذات النمط الذي يؤثر جذرياً على حراك التأريخ الآن لو نظرتم إلى حالة المعركة الجارية في فلسطين هذه المعركة واحدة من مزاياها وهي تختلف عن كل المعارك التي سبقت فلسطين كان فيها حروب كثيرة ومعارك كثيرة ومظلوميات كبرى أيضاً ولكن الشيء الذي يلحظ في معركة هذه الأيام أن المعركة أقرب إلى معركة الإيمان مع الكفر ليست معركة القوميات أو الوطنيات أو ما إلى ذلك وإنما حجد إيماني في مقابل حجد كفري أو حجد لدين آخر سمه ما تسمه ولكن تقترب المعركة من الصورة الكاملة للمعركة الدينية وطبيعة مثل هذه المعارك المعارك الدينية ليست كالمعارك السياسية أو المعارك القومية أو الوطنية أو ما إلى ذلك باعتبار تلك تخضع لضغوط تخضع لمنطق المصالح التي تتقدم وتتأخر ولكن المعركة الدينية طبيعتها أمضى أكثر ثبات وتبقى مدة أطول لأنها تعبير عن مصالح أكبر من مصالح الأشخاص وترتبط ببنى عقائدية من شأنها أن تثري دوما البعد التعبوي في داخل الأشخاص مثل هذه المعركة حينما نريد أن نقايسها في مصير هذا العالم وإلى أين يتجه هذا العالم وماذا سيحصل بعد هذه المعركة في هذا العالم يفترض أننا سنواجه حركة تغييرية كبرى إما إلى هذا الاتجاه وإما إلى الاتجاه المعاكس إذا ضممنا إليها طبيعة التحولات الفكرية والاجتماعية الموجودة الآن في المجتمع الغربي تجاه هذه المعركة تحديدا ومخرجات هذه المعركة سنجد أيضا أن تغييرات كبرى تحصل في داخل هذه المجتمعات بالضد من حضارة الاستكبار وقوى الشر ولصالح مظلومية المستضعفين وهذا يمكن لنا أن نؤشر بشكل دقيق إلى أن هذا النمط من الحراك ربما يحصل أو من النوادر حصوله على مستوى العالم خاصة أن العالم كان سادرا ولمدة كبيرة جدا في إعانة الصهاينة وفي الرضوخ إلى الصهاينة وإذا الآن ردت الفعل العكسية أولا كبيرة جدا جذرية جدا في داخل المجتمعات وهي تتسم بالرفض المطلق ليست بعنوان عملية تهدئة ليس المطلوب لديهم تهدئة وإنما هذا نظام إبادة يجب أن يباد نظام الإبادة يجب أن يحدث من حراك التارير إذا نظرنا إلى الأمر من بعد آخر إلى أين يمكن للصهاينة أن يسيروا بهذه الاتجاهات وإلى أين يتمكن الأمريكان من الوصول إلى النتائج التي يريدونها جاءوا بحاملات الطائرات والسؤال كما ربما أشرنا في الأسبوع الماضي ألم تكن لديهم حامل الطائرات ثابتة في هذه المنطقة معدهم قواعد شنو حاجتهم إلى الطائرات لا يوجد إلا جواب واحد أن عدتهم وعديدهم لم يكن كافيا لمواجهة الأزمة التي تحصل في هذه المنطقة ما الذي جرى في هذه المنطقة الناس هم نفس الناس المساحات الجغرافية هي نفس المساحات الجغرافية ما الذي نشأ خلال هذه الفترة هناك تطور في القدرة عند جبهة المستضعفين هناك شيء قبل كان يعالجوا ببضع طيارات أما الآن كل طياراتهم وكل أسلحتهم وكل قضهم وقضيضهم جابوا ومع ذلك شافوا مقادرين عليهم أن يجيبون حاملتين طائرات بمعية 59 سفينة هذه الصورة الخلفية لفهم الأحداث يجب أن تلحظ في المسار الحضاري نحن في المسار الحضاري ماذا يوجد لدينا لدينا معركة على مستوى الحضارات اسمها المعركة التي تخرج الناس من الظلمات والجور إلى حضارة القسط والعطل معركة حضارية بهذا المستوى تحتاج إلى إرهاصات بهذا المستوى تحتاج إلى حركة العالم باتجاه أن يتمحور ما بين جبهتين ما بين قطعه في نفس الوقت في هذه المعركة التي يشار إليها بأنها معركة إخراج العالم من الظلم والجور إلى القسط والعدل ماذا تحتاج؟ الله سبحانه وتعالى أنبأنا عن رجال هؤلاء الرجال لديهم صفة إيمانية محددة ليدخل المسجد لم يتحدث ليدخل الوطن ليدخل الغلاب ليدخل القطاع ما إلى ذواء إنما أشار إلى المسجد تحديدا والهوية العقائدية في هذه القضية واضحة جدا أو الهوية الإيمانية الأخرى أنهم سيسيء وجوه البني إسرائيل وبعد ذلك ستكون لهم قدرة ومكنة ونفيرا عاليا بحيث يتبروا ما علوا تتبيرا كلمة يتبروا ما علوا تشير إلى أن بني صهيون سيصلون إلى درجة من العتو ومن القدرة ومن التسلط إلى درجة عالية جدا يتبروا ما علوا وصلوا إلى الأعلى لكن هؤلاء سيأتون ليطيحوا بكل المعادلة التي رسمها هؤلاء هؤلاء الرجال من أين سيأتون؟ من سيصنعهم؟ من سيوجدهم؟ بأي ظرف تأريخي سيتواجدون؟ لا شك ولا ريب أنهم ليسوا صناعة الصدفة وإنما هم صناعة أحداث كبرى تنتجهم، تربيهم، تأهلهم وتجعلهم أكثر نضجا لتحمل المسؤوليات الكبرى في هذا الصدد خلال هذه الفترة لو انتبهتم ربما لأول مرة يحصل منذ نشأة الأسلحة النووية أن كيانا نوويا يردع من قبل كيانات ليست نووية قبل الدولة النووية تردع من قوة نووية في مقابلها أما الآن الشيء الموجود هو أن كيانات ودول ليست نووية هي التي تقف في قبال قوة نووية عرفت بمنتهى شراستها وبمنتهى وحشيتها ويكفي أن تسمى الآن بنظام الإبادة أو نظام الفصل العنصري أو ما إلى ذلك من تسميات جديدة بدأت تطلق على هؤلاء هذا التكافأ في الردع كيف يمكن لنا أن نفهمه بالطريقة التي تتناسب مع مخرجات تلك المعركة التي أشير إليها في وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة شنو اللي رح يصير؟ رح يجون هؤلاء الرجال الذين سيدخلوا المسجد وسيسيءوا وجوههم وإلى آخره مع أن السؤال الرئيسي بالنسبة إلى اليوم يشغلنا موضع الإنسان المؤمن بهذه الحضارة المقبلة أين سيكون بين هؤلاء الرجال؟ هل له موضع محدد؟ هل له نصيب في أن يكون من جملة هؤلاء الرجال؟ هؤلاء الرجال ليسوا من الجن وليسوا من الملائكة أعود وأقول لن تصنعهم معجزة وإنما ستصنعهم الظروف القاسية جدا اللي تعبر عنها علو بني إسرائيل هذا طغيانهم هؤلاء سينشأون مع هذه القضية وبالنتيجة التساؤل المركزي بالنسبة لنا ماذا أعددنا لكي نكون من جملة هؤلاء الرجال؟ ماذا بأيدينا لكي نلتحق بمثل هذه المعطيات التي تقدمها لنا الآيات القرآنية؟ هذا من جانب من جانب آخر هذه القدرة هل سيكافئنا عليها هذا العالم؟ أم أننا علينا أن نتحسب لطبيعة ردة الفعل تجاه هزيمة هذا المردوع قبل هذا كان يردع أمريكا تلوح الكل ينتهي الصهاين يلوحون الكل يسكت أما اليوم واحد هؤلاء الرجال يخاطب الأمريكيين رأينا سفونكم وأساطيلكم ونحن مستعدون لها هذا المنطق مكان إلى وجود وهذا المنطق ليس مجرد إدعاء وإنما هو منطق تأدب فيه الصهيوني بعد أن كان يهدد ويتوعد تأدب فيه الأمريكي وحذر لأن المنطق منطق حقيقي اليوم جبهة المستضعفين إذا تريد تحللها قياسا إلى جبهة الاستكبار ثم موازين القوى مستحيل أن تقترب حتى لكن ليش هذا ميزان الردع العجيب الغريب اللي صاير بين الأثنين اليمنين حفات فقراء المكنة اللي يعدهم من وين إجدتي القدرة اللي يعدهم من وين إجدتي من نفس حضارة الاستضعاف المستضعف ما عنده شيء خسره غير أن يخسر أيام اللي يظلم بيها هذه القوة اللي موجودة عند أو المكنة اللي موجودة عند العراقيين عند اللبنانيين عند الإيرانيين لا يمكن أن تضاها بقوة هؤلاء لكن قوة الإيمان حينما تضعها على أسلحة أقل قدرة وأقل تعالية من هؤلاء سوف ترتفع قدرات هذه الأسلحة لتتحول إلى قوة ردع بشكل تلقائي وبشكل طبيعي واليوم إذا تذكرون أحاديثنا لعله قبل عشر سنين أو شيء من هذا القبيل من نتحدثنا عن ليش أن الثلث الباقي سيكون منا في قصة هلاك العالم هلاك ثلثين ناس ليش الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال أما ترضون أن تكونوا أنتم من الثلث الباقي شنو بدعاء أبدا وإنما باقتدار الاقتدار يحقق صيغة من صيغة الردع التي لا يتدنى إليها من يريد الحرب رح يحذر ولذلك غرب آسيا لن تصاب بسبب وجود الموازنة ما بين الرادع والمردوع الصهاين سيبقون لكن بأي طريقة من ضعف إلى ما هو أضعف ومن ذلة إلى ما هو أذل إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى وتتهيأ الظروف التي يمكن لنا أن نرى خزي هؤلاء وقد وعدنا نحن بأن الصهاين في كل سياساتهم وفي كل تدابيرهم سيخربون بيوتهم الله قال لنا يخربون بيوتهم بأيديهم وطرح الدعوة إلك أنه أنت تعال أيضا اشترك في عملية التخريب وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين إذا كان الأمر بهذه الصورة ماذا لو أنه طرأ طارع على هذه المعادلات اللي موجودة الآن ماذا لو أنه طرأ طارع جديد في الساحة العالمية بمعنى ماذا لو قدر أن الأحداث ما بين الأمريكيين والصينيين تفاقمت ماذا لو أن الروس ضربوا ضربتهم الكبيرة في أوكرانيا وأصبحت أوروبا في قبال تهديد أكثر خطورة من الساب هذه الأمور ما عادت مجرد احتمالات وإنما هي معطيات ينبئن فيها الواقع بإمكانية حصولها وبإمكانية دخولها في هذا المجال أو لأي سبب طرأ طارع يؤدي إلى أن الأمريكيين يحسون بأنهم غير قادرين على تمويل ما يجري الآن التمويل تمويل المعلن أمريكي ولا أشك أن حكومات النفاق العربي لها دخل في عملية التمويل مثل ما سووها في حرب تموز دفعت الإمارات ودفعت السعودية أموال الصهاينة حينما اجترأوا لمهاجمة لبنان فاتورة كاملة دفعت من قبل هؤلاء اليوم الصهاينة يخسرون أموالهم والأمريكيين يلوحون بأنهم ما عدنا قدرة أن نستمر من أوكرانيا ومننا الصهاينة وما إلى ذلك ما عدنا قدرة أن نمول كل العمليات الجارية وتدرون ذول الدين هم اقتصادهم حركة أوضاعهم كلها مبنية على هذا الوضع هذا الأمر شوية كبرة وشوف في المقابل أكو مجتمعات جاي تنشأ من جديد مجتمعات هذه التي تنشأ من جديد سبق لمثيلها أن وضعت على أعينهم غمامة عصابة كانوا لا يرون الحقائق كما هي قيل لهم بأن الشيعة كذا قيل لهم بأن الصهاينة كذا قيل لهم قيل لهم كذب عليهم مددا كبيرة جدا لكن الآن هذا المجتمع الذي كذب عليه بدأ يستفيق لو ما بدأ يستفيق اليوم أكو ردة فعل شديدة جدا عند الشباب في الدول العربية بالخصوص إلى أنه وين تشنه وشنه اللي جاي يصير ليش دول المشايخ اللي كانوا يتحدثون عن الجهاد وعن البطولات والذهاب إلى الجنة ومعانقة الحقور العين والغذاء مع رسول الله كلهم أبلسوا ولم يتكلموا بحرف واحد لصالح أطفال غزة ولصالح مثكولات غزة ليش سكتبوا مع أنهم كانوا حينما يحين الحين لمعركة ضد الشيعة ماذا كانوا يفعلون الجهاد كأن رسول الله حاضرا معه هكذا كانوا يصورون والناس اندفعت ساكين يقتلون نفسهم يطوعون بأرواحهم بأموالهم من أجل أن ينصرون نفس هؤلاء المشايخ اللي الآن هم يروجون إلى الصهاينة بطريقة أو بأخرى أو يعذرونهم بتعبير واحد من هؤلاء يخاطب أبو عبيدة يقول له أنت تحالفت مع كفرة ضد أهل الكتاب وأهل الكتاب أفضل من الكفرة من الكفرة؟ أنتم هذه الصحوة اللي جاي تنمو شيئاً مثل ما جاي نشوفها في أمريكا في أوروبا الآن قصة الاندفاع باتجاه الإسلام قصة الاندفاع باتجاه قراءة القرآن قصة البكاء على الفلسطينيين وما إلى ذلك على العملية المظلومية الفلسطينية قصة جديدة هذه ومثل ما تنشأ هناك تنشأ عندنا وهي الآن رجعوا إلى عشرات بالمئات المقاطع من هؤلاء الشباب العربي يتحدثون بمنطق الاستغراب من وين ذلك صاروا حكامهم وين ولاة الأمر وين وعاض الصلاطين وين المجاهدين ورايات المجاهدين وما إلى وجه حافل المجاهدين وما إلى ذلك وذباحة المجاهدين وين صاروا شوية الصهاينة أبلسوا ما حجة وحجة وحدها هذه لها ما بعدها بعدها وراها راح تجي الأسئلة الصعبة وراها المعطيات الصعبة اللي راح يخرجون بها هؤلاء وأنا متيقن بأن ردة الفعل التي ستحصل هي في صالح قضية البحث عن المنقذ الجاد كلها الفترة يسرحون محور الشر محور الشر محور الشر الآن الشباب العربي يسمي محور الشرف في قبال محور الشر اللي هو اللي كان يطلق على الآخرين بأن هؤلاء من محور الشر أمريكا فتضحت بريطانيا فتضحت ألبانيا فتضحت وفضلاً عن الصهاينة اللي يفتضحوا أكو حديث جرى أول عمس وأنا هنا أنا ألفت الانتباه إلى ما بين إيلون ماسك اللي هو صاحب تويتر وما بين نتنياهو نتنياهو يقول له المجتمعات العربية تحتاج إلى تغيير جذري في الإسلام شنو معنى هذا هل هو مجرد كلمة أم هذه ستتبعها أجندات وبرامج وجيوش ألكترونية وحملات تشويه وتحجيم وأكاذيب وإفتراءات وبطان وإلى آخر الدعا تغيير جذري ريدون إسلامي أدي بيهم إلى أن يصبرون على عملية التقتيل ما يريدون ريدون إسلامي يقول لهم يجب أن تكونوا خانعين لولي الأمر اللي هو مجند سلفاً بأيدي هؤلاء أمريكا كل هالفترة حاولت للشباب المسلم أن تقنعهم يعيشون من أجل مستقبلهم والمادة مالتهم مستقبلهم هو أن تحصل على فلوس تحصل على مرتبة أمام الناس أنه أنت تشرف بناء على فلوسك وبناء على وظيفتك أما مبادئ وقيم ومعايير وما إلى ذلك نساها هذا اللي تسمى بالليبرالية الحديثة اللي هي مؤداها أن الإنسان يعيش وحده هو ومصالحه وأنانيته الخاصة أما عود أن يفكر بالآخرين هذه الطفلة تبتشي وذلك الطفلة تموت وهذا الطفل ينقطع راسه وعود يتحسر ويتألم وما إلى ذلك انسى هذا الموضوع عيش حياتك بس ما لك شغل بحياة الآخر أنت عيش ودعهم يعيشهم ما لك شغل بكم هما وشأنه الإسلام اللي خاطبك من أوائل الأيام مثل المسلمين في توادهم المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم اليوم أنت مطلوب أن تشوف أخوك يذبح بهذا الإسلام اللي يريده أن تشوف أخوك يذبح وتروح ترقص في مهرجان الرياض تشوف الصهاينة يذبحون قضيتك وأنت تجتمع وياهم بالإمارات وتجتمع وياهم بقطر ويستقبلوهم بالأحضان وما إلى ذلك هذا الإسلام اللي يريده لذلك أنا أدعو أخواني الأعزاء إلى أن لا ينظروا إلى هذه القضية بأنها مجرد كلمة أو مقالة قيلت والعكس عليهم أن يترقبون نتائج هذا الكلام مخرجات هذا الكلام في هذا البين نتنياهو صرح عدة مرات أنه عدونا الرئيسي ومشيعة كل هذا يسميه إيران بس هو يريد يغلى في القضية بإطار حتى لي يستفزل الواقع الديني بس الحرب اللي راح تشن هي تشن على من ما عدهم قدر يحاربون مع المقاومة الإسلامية في لبنان راح يروحون يشوهون تشيعهم حاولون أن يسلخون شبابهم من عدهم ما يقدرون يحاربون الحشد ش راح يسوهون راح يعملون على إطراغ المحتوى الداخلي اللي بسببه أصبح الحشد قوة المرجعية يجب أن تشوه العقيدة يجب أن تشوه الأخلاق يجب أن تدمر الأسرة يجب أن تتفكك كل هذه القضايا ترقبوا البرامج التي ستنطلق من أجلها ونفس هذا الأمر يجري في اليمن يجري في إيران رغم أنه المعركة أصعب بكثير مما كانت عليهم في السابق كانت الأمور أسهل عليهم اليوم أصبحت القصة أصعب عليهم بكثير خاصة أجنداتهم فشلت والكثير من مشاريعهم أيضا افتضحت هنا بودي أن أثير هذه القضية أيضا إذا كانت الأمور تتحرك بهذا الاتجاه وإذا ما قدر أننا نرى ولأول مرة أن الصهاين يمكن أن يهزمه مقصة صعبة إذا كان بضعة شباب قدروا يقتحمون الأبواب ما بالك لو تأتي فتوى وتأتي الرجال مع هذه الفتوى وتضرب كل معايير المنع اللي الآن موجودة كل الموانع اللي تمنع المؤمنين من أن يصلوا إلى تلك الديار يمكن إلي أن أقول أن ما طرحه القرآن الكريم في قصة ما قضاه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ما عادت مجرد حكاية وإنما أصبحت واقع يمكن أن يتحق طرعا القرآن ما يطرح شيء ما يتحق لكن أن ترى أنت بعينك أن وجود هذه القضية ممكن جدا بذاك لوكتو عليك أنت تسائل اشقد أنت قريب من الإمام اشقد المسافة بينك وبين الإمام صلوات الله وسلامه العبرة هنا مو أن تكون أنت تلتقي بالإمام لو ما تلتقي بالإمام ولا العبرة في أن تعيش في عهد الإمام أو لا تعيش هذا المسائل مو بدينا لكن العبرة أن تؤدي التكليف وتحظى برضى إمام الزمان عن أدائك لهذا التكليف هذه العبرة ما معلوم نحن الآن قاعدين يجوز واحدنا يوقع ويموت الله يطل في أعمار يصير له ما يصير خوف تقول طبيعي إجقد ما رافقنا ناس ببر ساعة يجي التليفون يا بتر فلان مات إحنا الآن جاي نقترب بشدة وإحنا أنا أنبه إلى محاولات البعض لتسفيه قصة الدليل والدلالة على الإمام صلوات الله وسلامه عنه من قصة علامات الظهور وما إلى ذلك وحتى بلغ الأمر ببعضهم أنه هذه البحث بها غير مجدير بحث مترف بحث ترف ما إلى علاقة بحركة المؤمنين سبحان الله أمتنا تحدثه بمئات الأحاديث وتبين كانوا يتحدثون للترف يعني إحنا إذا أردنا أن نحلل منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الحديث عن القضية المهدوية شنو اللي راح نلقى لو أخذنا كل الروايات اللي تتحدث عن الإمام المهدي وقسمنا تتحدث عن عقيدة الإمامة وتتحدث عن ما سيجري للإمام من بعد خروج بأبي وأمي هذه قضيتين من القضايا اللي أثيرت في رواية أهل البيت لكن بس إنه ذني لو تحدثت عن انتظار الفرج وتحدثت عن الغيبة وتحدثت عن علامات الظهور ذني ليش وضعنا ليش كان المنهج منهج أهل البيت يركز على ذني إذا كان الحديث حديث ترف غير مجدي تعالوا حلوها القضية وإذا كانت هذه القضايا كما قد يعبر البعض أنا غير قابلة للتفكيك هي ملغزة ويمكن أن تتشابه الروايات والأحداث وما معلوم هي هذه لوذيشة أو ما إلى ذلك فإذا كانت الروايات بهذه الطريقة ماذا يعني نترك لو أكو مشكلة عندنا أحنا ما فاهمين نحل عقدة الاشتباه أو حالة المشابهة عفوا لو أحنا ما متهمين الغيبة من أجل ماذا وجدت ليش صارت الغيبة أكو غيبة متعلقة بالإمام تارة وأكو غيبة متعلقة بشيعة الإمام ذول الإمام عنده مشكلة شيعة ليش يمررون بهذه التجربة لأنه أكو منهج يجب أن يفهم ويجب أن يعثر الإنسان على السر الذي جعل الشيعة يمرون بكل هذا المدى الزماني وهم ينتظرون هذا الانتظار الذي حدثتم عنه هل هو انتظار وضع الأكف على الخدود أم انتظار لأمر يراد له أن يتحقق واللي يريد ينتظر الشيء اللي يتحقق اللي يريد يطلب الرزق ما يقعد بيته حتى يرزق وإنما عليه أن يهيئ الأسباب والمسببات اللي تأدي إلى وجود هذا الرزق لذلك هؤلاء اللي حاولون أن يستهينون لأنه متأمين القضية وأنتو اتهموا جهلكم مو تتهمون مسعى الآخرين للبقاء مع ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه دائما الآن أنا أسأل إجقد الإمام بأبي وأمي ياخذ من أفكارنا ومن همومنا إجقد باليوم نفكر به إجقد نخليه حاضر أمام عيوننا حاضر أمام أعمالنا يراقبنا وندرك مراقبته وما إلى ذلك طبعا كل واحد ميزانه يختلف وكل واحد رح يشعر بأنه عنده مدى محدد لكن أكو كثيرين يقول ما يمر عند الإمام اللهم إلا بدعاء أو ما إلى ذلك بينما الغيبة مولي هذا السبب الغيبة وجدت من أجل إيجاد الأعوان والأنصار من أجل شحذ النفوس حتى ترتقي إلى مستوى حمل الهم بالمدى الذي يتناسب مع طبيعة مهمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو غاب من أجل أن نتأهل غاب من أجل أن نقتدر غاب من أجل أن يكون ذا منعه وذا عزه أما إذا تركنا الأمور حبلها على غاربها وما إلى ذلك شنو اللي رح يصر يمعه يطلع مثلا وإذا طلع رح ينتصر متوهمين وأرجع وأقول يا ما كررنا هذه القضية لو كانت الأمور تسري بقصة دعاء وببركة وجود الإمام أو ما إلى ذلك ببركة وجود رسول الله شنو اللي صار فرسول الله صلى الله عليه وآله أعلى وأعظم لكن شنو اللي صار ضرب بأبي وأمي لما ضرب هجر لو ما هجر جوع لو ما جوع افتتن ببلاءات الناس لو ما افتتن وكل هذا والرسول حاضر وأمام عينه غدرت به الأمة سمموه ودعاء وبركات من سلب لا شك ولا ريب أن بركات رسول الله أعظم بكثير لكن الأمور لا تجري بهذا الطريق أمير المؤمنين ما قد حاضروا به هاي الأمة ما قد موجود بههم ما حسبوها شوف جلون والناس إجدت فرحان عود صار أمير المؤمنين والي لكن ما صار شنو جرعوا الغصص لما جرعوا الغصص قدر يسوي شيء لهذه الغصص غير أظهار الأنين والألم وآخر لا رأيه لمن لا يطع ولو قدر إلي أن أعكس المعادلة الآن ما كان ما كان الأمير يخاطب يخاطب الناس تعالوا طلعوا خذي للأمير ولم يخذ للسيد السيستاني السبب المجتمع أصبح مؤهل أكثر من السابق أصبح مقتدر أكثر من السابق عيوننا مفتح أكثر من السابق وإلا من ذول الناس اللي يقفون أمام أمير المؤمنين ويسيحون مرة مصحف عثمان ومرة المصحف ومرة دم عثمان ومرة قميص عثمان وما إلى ذلك شنو هتفاه في هاي الدنيا اللي مثل أمير المؤمنين بأبي وأمي يعجز أمام هذه الحالات لا شك مو عاجز على مستوى إرادته لكن مما كو ناصر المن يسوى هاي الدولة أنت تريدون دولة الإمام صلى الله عليه وسلم حتى شيء يصير يعني هو الكاتب وهو الفراش وهو كل شيء يسوي لكم أنت حاضر حاضر كنت يجون تأخذون من هاي العالم يجي تصور الأمو ولقد فتن الذين من قبلكم هذه الفتنة لا يجب أن تجري على الجميع من أجل ماذا الله يكره عبادة يفتنهم حاشا لله الله يحب عبادة لكن يريدهم أن يترقوا إحنا فتنا في الغيبة تركنا إمام نبي أبي وأمي لكن قال لنا أنا عائد لكم روحوا رتبوا أمركم متريدون نصرة روحوا هيئوا نفسكم الرسول قال لأمير المؤمنين أصبر حتى تجد أعوانا مهمة إيجاد العون هذه محالة عليكم أنتم محالة على الأمة وأنا أعتقد أمامنا فرص رائعة جدا لتأهيل الأنفس إلى هذه النصرة اليوم أكو معركة بعيدة عننا مو يمنى المعركة ما نقدر نوصل لحدود ولا نقدر نشوف حتى خلقة هؤلاء المجرمين لكن نقدر نكتب لو ما نقدر نكتب نقدر نعيش ونعيش الأمة بوجود المظلومية الكبرى اللي يتم من خلالها تعبئة الناس لوجود عدو لو ما نقدر اليوم الصهيوني من يجي يهددنا راح أجيب لكم إسلام مختلف ينسجم ويا وضعي ويقدمني وما إلى ذلك عندي قدرة أن أقف في قبال هذا لو ما عندي قدرة اليوم هذه فرص التأهيل الله سبحانه وتعالى جابها قدامنا واحدة من بعد الأخرى وتترى أيضا ما انقطعت كل هذه الفترة أبدا يوميا عندنا فرص والمحظوظ اللي يوجد لنفسه موقع وموضع قدم في أولئكم الرجال الذين يعدون من الآن الصورة الفارقة في قصة فلسطين في يوم من الأيام كانت القضية الفلسطينية حية ما كانت تحت ذر طلعوا أطفال شايلين أحجاره سبحان الله عجيب المفارقات هنا أنا في هذا المجال لما أطمئن العالم أن القضية ماتت جاي نتفنها وجاي نحيي النعش وما إلى ذلك اللي كانوا حاملين حجار أصبحوا حاملين أصبحوا حاملين صباريخ واللي كانوا يخافون من الموت الآن جاي يتقدمون زرافات ووحدان أمام الموت وغير ممبالين واللي كانوا يخاف على الابن والبنت وما إلى ذلك الآن من يشوف بنته أو ابنه مستشهد يضحك صار إلي سفير في الجنة صار إلي من يمهد للطريق إلى الجنة هذه معايير هي معايير مجتمع التأهيل أن تنتقل إرادة الناس من مرحلة إلى ما هو أعظم صبر الناس إلى ما هو أعظم قدرة الناس إلى ما هو أعظم هذا التأهيل وحقيقة اللي ما يشوف هذا التأهيل بهذه الطريقة أنا أتعجب من يقول أنه أنا قادر على نصرة الإمام شو كنت تنصر الإمام لأنه حتى يحضر حتى تنصر ذاك الوقت يعني أنت راح تبين عضلاتك لو الإنسان العزيز على الإمام هو الذي يرعى أيتامه في غيابه يرعى مصالحه في عدم وجوده أما قدام وكلها كانت قدام رسول الله يا رسول الله سنفعل وسنفعل شفتوهم في الأحزاب قبل الأحزاب قبل ما يجون كلهم شمر سواعدها ودير بالك ترح ميدان رح ينزل للميدان نجاهم واحد واحد بس عبر اللي وصل يوم ثلاثة عبره بقوا مشغولين واحد منهم وصل إلى المعركة إلى الساحة عمرو ابن عبدود من يبارزني ولا واحد شوين السواعد المزايدات اللافتات ولك يحميدان وين صرت ما كأن على رؤوسهم الطير لم يكن إلا فتا واحد من كل هذا المجموع بس واحد وحقيقة هم تتعجر هذه الرسول ويا من عائشة هذه ليست سنة أولى بالإسلام هذه سنة متقدمة قبلها أحد وقبلها بدر وما إلى ذلك يفترض شافه لذة النصر ويفترض حذره من منطق الهزيمة والانكسار ولا واحد الأن كام ذاك واقعاً كل ما أقراه وأذكره أحس بالخجر من نفسه يجي عمرو ابن عبدود وهو المشرك يقول لهم ألا تقولون بأن المقتول منكم يذهب إلى الجنة والمقتول منا يذهب إلى النار ألا من يأتي منكم أحداً إما أذهب به إلى الجنة أو يذهب به إلى النار حقيقة معادلة قاسية جداً عرض سخي جداً لكنهم وكأن على رؤوسهم بلغت القلوب شنو؟ من شدة الهلع بلغت القلوب الحناجة وزلزلوا علي آمن واحد 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 يا جماعة الخير من اللي حسمها؟ حسمها رجل يوصف من خلال القرآن الكريم بأنه المعيار عند حب الله سبحانه وتعالى وحب الرسول يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذا العنوان اللي أعطي إلى معايير الحب هنا أنا مستعد للشهادة أجاهد أأدي التكليف مستعد لأي مهمة لا أولي الأدبار ولا هم يحزنون لذلك أم تدح وهذه الكلمة برز الإيمان كله إلى الكفر كله أو إلى الشرك كله حقيقة يمكن إلها أن نذكرنا بالأيام اللي إحنا جاي نعيش في وقتها كل هذول المسلمين ما عبر عنهم بالإيمان برز الإيمان كله بواحد بمن تقدم اليوم من نقول المعركة جاءت تحشد بها جيوش المؤمنين وجيوش الكافرين أيضا برز الإيمان المعاصر اللي موجود باقي بس ينتظر القائد حتى يصير كله الإيمان برز رجال الإيمان برزوا هذا اللي يضرب صاروخ وذلك اللي يضرب قذيفة وهذا اللي يوقف وراء مدفعية وهذا اللي يروح يوقف وراء المنصات الإعلامية وما إلى الكل يشتركه بطريقة أو بأخرى هذا اللي يمد إيده بفلوس وليمد إيده بصواريخ ويقدم المساعدة بأي طريقة كانت هذا المنطق برز كل اللي محتاجه القائد القائد يجب أن يشوف حجم الاستعداد من خلال هذه التجارب اللي تطرح أمامنا معركة شديدة على أقل التقادير من قبل من وصفوا في القرآن الكريم بأنهم أشدوا الناس عداوة شا أدري هذا اللي تريدت نصرة عداوة مع من مو مع ذولة أشد الناس عداوة للذين آمنوا رح يبرزون إلى أشد الناس هدى ودفاعا عن الذين آمنوا لو لا رح يبرزون هؤلاء هم الأعداء إذا تصير هذه المعركة وأنت ما مبالي ولا مهتم ولا كأنه إليك دخل بالقضية اختبار النصرة وين صار التيست اللي يفترض أنه أنت معدل النصرة عندك يبين قلبك تعرف أنه إجقد بذل خلال هذه الفترة إجقد تأذى إجقد تتألم إجقد صار عدة أم إجقد صار عدة عزم إجقد تقوى كل هذا أنه يفترض خلال هذه الأيام إنسان يوقف يحاسب نفسه نحن باتشار رايحين إلى معركة أشهد بكثير من هذه المعركة نتحدث نصرة الإمام نصرة الإمام عبالك قوترا لهيش معركة والله رايحين نتونس وراجعين تعبير الإمام حتى نذوق وتذوقون العرق والعلق وهذه في الأيام العادية في أيام الغيبة أما في المعارك بعد قوم موت موت أحمر بتعبير الروايات اليهودية في هذه المعركة اللي يتحدث عنها سفر إشعية وسفر حسقيل يعبرون عن ست ملايين إنسان يقتل من اليهود بس هم إجقد راح يقتلون وذولا ما قاعدين وساكتين كانوا يقاتلون راح يقتلون في ما يعبر عنه به هار مجدون اللي هو معناه جبل المجد اللي يمتل أبيب قريب من تل أبيب أو المشرف على تل أبيب هو هذا الجبل اللي يتحدثون عنه راح تجري به المجد ذولا كل الآن اليهود اللي جاي يتحدثون عن رفض صهيون ورفض إسرائيل كلهم ينتظرون هاي المعركة لأن هاي المعركة راح ينجو منعدها مليونين مؤمن يهودي هذولا هم الصفوة اللي راح يجيهم المسيح المخلص اللي راح يبقون من هذا اليوم الصهاينة وصلوا إلى ثمان ملايين سبحان الله الأرقام تطابق صار لهم مدة صهاينة ملتهين بالعجل الأحمر وراحة وأرسل وفود إلى دول كثيرة فحصوا إلى أن عثروا على العجور الحمراء جابوها ومدللة ومعززة لأنه هذه هي من تحقق نبوءة مجيء السيد المسيح إليه إذا اليهود يفكر بهذه الطريقة إمامك إيجا طرح لك أدلة ودلائل أسمها علامات الظهور يا أخوان علامات الظهور ليست قصة وإنما هي منهاج يسير عليه المؤمن في رحلته للتأهيل في زمن الغيبة هذه العلامات مرتبطة في زمن الغيبة شا تسوي هذه العلامات تنبه تحذر تنذر تبشر تؤمل هذه منهج العلامات موقصة والله أنه يقل لنا راح تصير الحرب ولكن ما أدرينا اللي يريد يحذرني وينذرني معقولة يتركني كيفما اتفق يقول لي عود راح تجيك يا سنة ما أدري بعد ألف سنة ألفين سنة عود راح شنو اللي راح يتحقق لا بها أمل لا بها بشارة لا بها أنذار ولا بها كل شيء بينما أنا أزعم وخلي سمعوني ذول اللي الآن فكرهم مجغول أنه الباحثين لا يدخلون في هذه القضايا منه اللي يدخل تريدون الجهة لا يدخلون لو بدعوا أحدهم بس المراجع خلي يدخلون بالموضوع عمي ضيقت واسعاً القصة لا هي شغل المراجع أعلى الله مقامهم جميعاً ليس لأنهم غير قادرين بس ليس شغله هو شغله استنباط الأحكام الشرعية وظيفته هذه أما هذه القضايا يمكن للإنسان أن يصل إلى سبر هذه المعاني واكتشافه وأنا أزعم لا يوجد في روايات الظهور أي متشابه اسمعوا يا جماعة الخير والله لا يوجد أي متشابه لأن كل علامة ذكرت بقيود وبمحددات تجعلها غير مشابهة للآخرين للأحداث الأخرى نعم أكو عجز في قراءة الروايات وعدم تهمها لا تتهمون جهلكم وتنقلوه إلى الآخرين بعنوان حذر وبعنوان أكو قصة أنتوا لحد الآن ما وصلين إلها دخلوا إلى داخل الروايات وراح تشوفون شنو قصة راح تشوفون أنه ماكو شيء اسمه متشابه حاشة لأأمة الهدى أن يكلمونا بهدى هو متشابه مع كل حالات الدنيا شلون يحدثن بهذه الطريقة يقول لي هذه علامة وهذه العلامة تشبه لها عشرة آلاف علامة شلون الله راح أعتبرها علامة يقول لي في زمن الغيبة أكو فتنة وأكو كذا اتخذ هذه العلامات حتى تكون إلك بوصلة للوصول إلى الهدى وإذا هذه العلامات تيجي ما أعرفها شنو ملغزة وأحداث تشبه عشرات الآلاف من الأحداث صارت علامة أصلاً يعني مثل واحد يقول له تعال روح للبصرة الدليل شنو وشلان أندل الطريق أكو رمل بالطريق أنت أخذ الرمل ومشي به الدلالة هذه أنا أعود وأقول ما ذكر في العلامات منهج خطير جداً أصول مبنية على أساس أن يعين المؤمن أن يؤهل نفسه وإي رب نفسه بالشكل اللي يكون لائق لنصرة الإمام صلوات الله وسلامه عنه للحديث تتم أكتفي بهذا القدر والحمد لله أولاً وآخراً وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبداً